موسيقى الحوار الاجتماعي كان خاضع دائما للصياق في المغرب هناك وطيقة مطاق الوطني الحوار الاجتماعي من أجل المأساسة ديالوغ بطبيعة الحال حتى تنتقل في أفوق قانون ينظم الحوار الاجتماعي في المغرب يلزم الأطراف جميعا ويكون بشكل دائم ومنتظم وستدام هذه عملية إيجابية بنسبة الحركة النقابية باش يكون حوار في دورات في السنة وتكون سنة اجتماعية منضمة بمؤسسات وبقضايا التي تتوضع في طاولات الحوار والتفاوض المسألة الثانية فيما يتعلق بالمضامين ديالاتفاق أكيد أننا لسنا راضين على كل على اللي في الاتفاق لأنه ما ضمنش ما تناولش كل القضايا ولكن كان دورات أخرى هذه دورات أفريل وفي هذه السنة 2022 تكون دورات ديال شو تنبير 2012 الاتفاق مص بدرجة الأولى الفئات دوية الدخل المحدود لأنه توجه لا في القطاع الخاص الأجراء هم مئات الألاف اللي كيتقاضى ولحد لأدنى الأجر بأنه تتمر اتفاق الرفع ديال لحد لأدنى الأجر لا في القطاع الصناعي ولا في القطاع الفلاحي المسألة الثانية هو هذا الفرق اللي كان ما بين لحد الأدنى الأجر في الفلاحة مع الصناعة ومنذ 2011 شكالتي إذا ما تترجم بش اليوم عيد ترجم بواحد المادة زماني محدد وفوق ٢٠٢٢٨ ولكن كما تزاد خمسة في السماء قعد تزاد عشرة في السماء باش يمكن يتوحدوا هذا عماد إيجابي بالنسبة لعمال الزراعيين وفلاحيين مسألة الثانية بالنسبة للموظفين حتى هو مث الفئات اللي عندهم أجر أدنى يعني اللي كانوا كيتقاضى بحدود ٣٠٠ أو ٣٠٠٠ درام عادي ترتفع هذا ٣٣٠ مث هذا الفئات علما أنه كما قلت هذا الاتفاق مفتوح للمستقبل لأنه باش نجاوبه بكل موضوعية مع ارتفاع الأسعار مع الظرفية ديال الاقتصادية اللي مست ومع نسبة التضخم اللي مست أساسا الطبقات الدنيا والطبقات المتوسطة جاء التزام هنا هذا هو التزام ديال الحكومة باش ترفع زيادة العامة في الأجور في الدورة ديال شوتنبير على أساس أنه في الدورة ديال سبتمبر نشوفو الآليات ديال تنفيذ عملية ديال الأجراء ديال هذا الاتفاق والليه هو أساسي في شوتنبير لعدي الموظفين بصفة عامة والقطاع العامة في المؤسسات العموية الإجراء الثاني اللي احتوى يساهم في تحسين الضخل مواجهة هذا الموجهة الغلاء وتحسين القدرة الشراء المواطنين هي الضاربة منذ سنوات داخل الكنفيدرالية الحركة النقابية كتطرح العدلة الجبائية وتخفيف الضغط الجبائي على الموظفين الأجراء اليوم كين إجراء في الاتفاق اللي كيضمن المراجعة ديال الضاربة على الدخل في المشروع ديال القانون المالي المقبيل اللي عاي يكون موضوع نقاش في الدورة ديال شوتنبير إضافة الجانب الأساسي بالنسبة لنا الحريات النقابية اليوم كينة آليات لتعزيز العمل النقابي والحريات النقابية والدهب أبعد في توقيع الاتفاقية الجماعية داخل العديد من القطاعات هذه كلها عناصر والعديد من المقتضيات اللي كان مفتوحة للمستقبل واللي كتفرض احنا اللي كنأكدوا عليه هو ضرورة التزام بالتعاقدات لأن عانينا مع الحكومات السابقة كانت شجلوا العديد من المقتضيات والإجراءات وما كيتمش تفعيلها وترجمتها على أرض الواقع وكانتطروا نأخذوا نضالات باش تكون أحد رفض